بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على السيدنا محمد النبي المصرف الكريم وعلى آله وصحبه وسلم الطيبين الطاهرين السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته معكم الدكتور أحمد عويدي العبادي نتحدث عن الشعوب التي كانت في الأردن أولا الأردن هي جزء من بلاد ثمود يعني الله فرح القرآن الكريم ماذا يقول أقول وما كنا معذبة حتى نبعث رسوله لكن الله سبحانه وتعالى عندما يريد أن يرسل عندما يريد أن يرسل النبي يرسل في أم القرى في العاصمة الأنبياء كان أكثر منه أكثر ما نزلوا في العواصم فالسكان الأردن عبر التاريخ كانوا ثمود من ثمود البطن الرفائيين الرفائيين سكنوا الأردن سكنوا الأردن على الجبال التي تمتد من منطقة شمال الحجاز إلى أن تصل إلى منطقة الليطاني وإلى جبل الشيخ بما فيه جبل الشيخ هذول اسمهم الرفائيين الرفائيين كانوا يسموهم العماليق والعمالقة وطبعا المؤرخين العرب يقول لك عماليق لأنه وجدهم عماليق هذا كلام بلا مؤاخذة يعني ما إلو قيمة ولا إلو معنى العماليق باللغة معناها صاحب الجثة الكبيرة العملاقة القوية شو عماليق اسم عماليق يعني هذا كلام هو واحد شخص يقدر يجيب على ملايين طيب ما زمن الأدوميين كان الشرالي واحده كان فيه سكانه 12 مليون نسمة شو واحد يجيب 12 مليون نسمة كلام ما له قيمة فالعماليق لأنه جثثهم كبيرة ولأنهم يعني جبارين والأردنيين كانوا هم القوم الجبارين اللي لما ربنا ذكر إن فيها قوما جبارين فذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون هذا عن أهل قاديش برنيع اللي هي كانت عاصمة الجزء الشماري الشرقي من سيناء وكان جزء من الملك الأدومي الأردنية وهذا إلو حلقة قادمة فالرفائيين كان منهم أهل الباشانيين وآخرهم كان الملك أغ أغ هذا كان ملك والتوراة حدثت عنه عن طول طب ما فيه مبالغات الحقيقة لأنهم هم في نهاية المطاف يقول لك إحنا قتلناه فهما ما بيقولوا إن إحنا قتلنا واحد صغير بيقولوا وقتلنا والسرير والقدي والطول والقدي كل هذه حقيقة يعني لا تتفق مع العقل لا تتفق مع التحليل لا تتفق مع الدراسة الجادة المخلصة لأنه إذا أنت أردت أن تكتب عن أردن إذا ما كان عندك انتماء لطربة الأردن وتتحسس من كل شيء مكتوفي أنت ما تقدر تكتب عنه أي بلد إذا أنت ما تكتب عن بلدك فمن الرفائيين مثلا نبدأ في الأدوميين في الجنوب كانوا من الرفائيين كان الحوريون الحوريين طلع منهم مين؟ الأدوميين الأدوميين طلع من منهم؟ الأنباط واللي يقول لك الأنباط وكانت قبائل متنقلة وأجد هذا كلام بالمؤاخذة لا يتفق لأنه أصلا هم منتقلوا من أرض أردنية إلى أرض أردنية عندما جاءوا من شمال جزيرة العرب كان شمال جزيرة العرب إلى واسط كان جزء من الأردن في التاريخ إذا تحكي أنت عشر تلاف سنة وثمان تلاف سنة وأربعة تلاف سنة وخمس تلاف سنة يعني ما بحكي عن الوضع السياسي في العصر حديث لا بعدين الحوريين يجوا محلهم نبع منهم الأدوميين بعدين يجي المؤابيين المؤابيين أول مكان عندهم أول مكان عندهم الرفائيين نجح نطلع منهم مين؟ الإيميين وكان في مملكة الإيمية وكان في المملكة الحورية هذول كلهم سبقوا من الإيميين طلع المؤابيين مملكة المؤابية بعد المؤابيين أجوا الأنباط الأنباطهم وحدوا الأرض الأردنية قاطبة بمساحة وبلغت حوالي مليون كيلومتر مربع نجي على أهل عمون أهل عمون هم أصلا رفائيين بثق منهم مين؟ الزمزميين الزمزميين بثق منهم مين؟ العمونيون العمونيون العمونيين كانت مملكة عمون ومملكة بيريا بيريا كانت عاصمة السلط وعمون كانت عاصمة عمان فكان عندما تضعف تضعف عمون تنسحب من الأراضي الموالية بالاتفاق طبعا لبيريا وبيريا تتمدد وتقوى لما تضعف بيريا كانت عمون تتمدد وكان هذا التمدد باتفاق الجميع وليس بصراع لأنه يتمدد الجار القريب خير من أن يأتي واحد ويحتل المنطقة بعدين يجينا على الشمال كانوا الرفائيين أجل منهم الباشانيين الباشانيين اللي هم مملكة باشان الشمال فهذه إذن عندك الرفائيين عندك الزمزميين في عمان في عمون عندك الإيميين في الكرك عندك الحوريين في منطقة الجنوب وعندك العماليق ظلوا صار منهم الباشانيين في الشمال هذول الشعوب كلها كانت شعب واحد كان لغته واحدة الآن كيف كانت لغته واحدة الآن لو جيت أنت على اللهجات الأردين القديمة في منطقة الوسط في منطقة الجنوب في منطقة البادة في منطقة الشمال لهجة الآدوميين في الجنوب هي نفس لهجة أهل الطفيلة وأهل معان القديمة يعني توارثت هذه اللهجة هي نفسها لغة عربية بس لهجتهم لهجة أهل مؤاب هي نفس لهجة أهل الكرك وهل ديبان في الأجال القديم يعني جاء الجيل جدي وأبو جدي يعني تحكي عمية سنة وما قبلها لهجة عمون كانت لهجة مختلطة كما هي حالوها الآن ليش؟ لأنه كانت تأتي إليها أقوام مختلفة من هنا وهناك لهجة أهل بيريا هي لهجة أهل السلطة التي لازالت قائمة لهجة باشانية لهجة أهل الشمال التي لازالت قائمة واحد ممكن يقول لك يا أخي طيب وفي ناصر عمون كانوا الأردنيين مثلا أفرض واحد من الجنوب من الكرك نزح إلى الشمال أول جيل يتحدث لهجة الكرك أو لهجة المؤابيين ثالث جيل يتحدث لهجة الشمال يعني حتى الناس اللي أجل من الكرك وعلى منطقة الوسط الجيل اللي نجحوا أولاده يتحدث لهجة كركية أو معانية الجيل الثالث خلاص ينسى هاي اللهجة ولذلك الأردنيين ماذا قالوا في هذا القانون؟ قال المربى غلب الأصل المربى غلب الأصل ومطرح ما ترزق إلزق ولذلك هذه الشعوب الأردنية كانت كلها في نهاية وحدة شيئين عنوانين عنوان الرفائيين والأكبر عنوان الثموديين الثموديين كانوا يوحدوا الأردنين مع كل الشعوب التي كانت شمال جزيرة العرب شمال جزيرة العرب كل هذه كلها ثمود والله في سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ذكر ثمود الذين جابوا الصخرة بالواد ورسلهم سيدنا صالح بعدين لما سيدنا صالح مردوا عليه وعقروا الناقة وصار اللي صار هذا سيأتي إن شاء الله في حلقات قادمة نزل عليهم شعيب شعيب أول ما نزل في مدين وهذه إلى حلقة لحال بعدين لما مردوا عليه وربنا سبحانه وتعالى عاقبهم نزل رحل كان شعيب هو من قبيل الجذام جذام هم ثموديين ونزل على البطن الآخر من جذام اللي هم مين في وادي الأيكة وادي الأيكة أو أهل الأيكة هم وادي الصلط الحاري والأيكة معناها الشجرة الملتفة الغضة ذات الأغصان وذات الظلال وهي السدرة السدرة طبعا شجرة مباركة شجرة طيبة وبقيت جذام في منطقة الصلط ولا زالت وآخر ملك من جذام في الصلط كان هو الحواري الجذامي وزوجته الملكة ماوية وهذا سنأتي إلى عندما نتحدث عن مملكة بيري إن شاء الله فإذن إحنا ثمود وثمودهم عرب وبالتالي اختلف تسعت على هذه الرقعة وإحنا حضارتنا حضارة كلها إلى علاقة بالصخر أينما تذهب في الأردن تجد آثار قديمة تلقى محفورة بالصخر القبور بالصخر القصور بالصخر الآبار بالصخر السدود بالصخر أحواذ المياه بالصخر كله بالصخر وثمود الذين جابوا الصخر للوعد جابوا يعني قطعوا واستخدموا واستغلوا يعني ممكن إلها أكثر أكثر من معنى وهذا لذلك إحنا شعب عريق متجدر ولما يجي يكون عشيرة تأتي في منطقة شمال جزيرة العربة أو في منطقة العلا أو منطقة شمال العجاز يقول لك هذا إجع الأردن لا هو انتقل من مكان إلى مكان داخل الأردن التاريخي وهذا الذي إحنا بدنا نحكي في الحلقة القادمة عن الكيان الأردني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحديث بقية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة